البرقية بأنه هناك أكو أخبار بأنه العراق دي يصدر نفط إلى حيفا إسرائيل وهذا بم صحيح يعني كان بس هذه الإشعاعات كانت فهم كل ما في المأمور طلبوا بأنه التدقيق بنعدها والدك من يندسها من مصر؟ من مصر بالكل مع المجموعة واحد بنعدهم مجموعة كبيرة كلهم ممقعين عليها؟ كلهم ممقعين عليها طبعا كلهم قايش شخصيات الكبيرة هي المعلومة صحيحة أو غلط؟ أنا أعتقدها غلط كانت مو صحية؟ لا مو صحية هذه كانت الإذاعات ذاعتها وهم قالوا حققوا معاها والمظاهرات اللي صارت نحن توقفنا بنعدها وكذا مظاهرات بالوطن العربي كلها حتى في إنقلترا وتالي يصدر يستقيه الوزير الخارجي البريطاني من وراء المظاهرات من وراء الاحتجاجات مستر إيدن اللي هو كان الشخصية الثانية في حزب المحافظين وراء شرشل بالحرب العالمية الثانية هو وزير خارجية شخصية معروفة اضطر استقال وراء العدوان يعني العدوان بكل مكان المظاهرات كانت فإحنا من طلعنا مظاهرات ومظاهرات سلمية ضربونا بالرصاص واعتقلونا وكذا وأي احتقال يعني 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 ما اتفضلت به كان يعني تقول اعتقال جميل واعتقال كذا احنا اعتقلونا بتهمة التسول دكتور يعني محامين دكاترة شخصيات كبيرة سكرتير نقابة المحامين واعتقل مظهر عزاوي مرشح الجبهة الوطنية واعتقل كل التسوة يعني اعتقلوك بتهمة التسول للإساءة إنتك من عائلة الاستقراطية ومن كامل تشادرشي أراد يقول ينالون منك مو بس آني بس أنت تروي أنت تروي نفسك حضرتك تروي أنه في فترة لاحقة من تاريخ العراق كان واحد مجنون منكم طبعا مجنون شوف هذا بعهد وحد وهذا وعد وحد إحنا يعني يعني العائل الملكي كانت دولة بالـ 63 مو دولة هذي مو دولة هنا دولة الها كيانها إحنا من ننتقد العاهد الملكي وننتقد ذاك العاهد ننتقده من ناحية سياسية وليس من ناحية الأداء الوظيفي أو الاقتصاد